في الحقيقة لست مهتماً بموضوع الانتخابات وما يرتبط بتزويرها لكنني أريد أن أحدثكم حديثاً مقتضباً وسريعاً على سبيل المثال لو كنت مهتماً بهذا الموضوع فإنني سأقدم بين أيديكم ملفاً كاملاً وبالوثائق والحقائق والدقائق حتى لو لم تكن بعض الوثائق متوفرة الآن لدي فبإمكاني أن أستحضرها وأنا الخبير في العثور على الوثائق أينما كانت الانتخابات العراقية التي هي تحت خيمة المرجعية السيستانية جرت فيها ثلاثة أنواع من التزوير النوع الأول التزوير التقليدي الذي جرى في الدورات الانتخابية السابقة على سبيل المثال سرقة الأصوات إبطال الأوراق الانتخابية أن يوقع فيها وأن يؤشر فيها أكثر من مرة أن تستعمل وثائق الموتى ووثائق صغار السن وغير ذلك التزوير التقليدي الذي هو معروف عند الجميع وهذا النوع من التزوير قد جرى في كل الدورات الانتخابية السابقة ويجري في بلدان كثيرة أخرى من بلدان العالم الثالث وربما حتى في بلدان العالم الثاني التزوير موجود بهذه الطريقة التقليدية فهذا قد جرى في الانتخابات ومثل ما جرى في هذه الانتخابات جرى في الانتخابات السابقة ويبدو أن لا مفر من هذا التزوير التزوير الثاني المراقبون يراقبون هذا اللون من التزوير قد يكون جرى بنسبة أقل من الانتخابات في الدورات السابقة أتحدث عن التزوير التخليدي لكن نوعا ثانيا من التزوير قد جرى في هذه الانتخابات لا أستطيع أن أقطع بأنه كان متعمدا بالكامل قد يكون متعمدا في بعض أجزائه لكنه قطعا بسبب الفساد في دوائر المفوضية وفي الحكومة بشكل عام رداءة الأجهزة ورداءة البرمجيات وقلة الخبرة عند الموظفين إلى قائمة طويلة من العناوين وعدم رصانة الشركات التي لها ارتباط بالجانب الألكتروني في الانتخابات كل ذلك سبب تزويرا ألكترونيا قد لا يكون متعمدا في جميع جهاته وهذا التزوير كان بحجم كبير هذا اللون من التزوير لم يكن قد حدث في الانتخابات السابقة بشكل واسع وكبير إذا كان قد حدث شيء منه فكان على نطاق ضيق هذا لون آخر لكن اللون الأكبر والذي للمرجعية يد فيه المرجعية تزور المرجعية التزوير ما هو بغريب عليها المرجعية هي التي زورت الدستور وهي التي تضحك على الناخبين في كل انتخابات وتأتي برئيس وزراء لا يكون نتيجة لما صوت الناس عليه هذه الحكاية منذ سنة 2003 وإلى الآن رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه ضياء الشكرش عن تزوير المرجعية للدستور وهذا الحديث عبر القناة الرسمية في العراق عبر العراقية الإخبارية اعرضوا لنا الفيديو رجاء اتمنى على المشاهدين ان يدققوا النظر وان ينصتوا لما يقوله هذا الرجل الذي كان جزعا في مجموعة كتابة الدستور اتمنى عليكم ان تدققوا النظر كي تعرفوا ان المرجعية استاذة في التزوير رجاء اعرضوا لنا الفيديو مقرر اللجنة الاولى اللجنة المبادئ الاساسية ولكن بعد الجلسة الخامسة لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري لانه ضغط علي من اجل ان اكتم التقارير او المحاضر بالواقع خلاق ما يحصل في اللجنة الدستورية يعني كان يطلب مني ان انرج ما لم يقر في اللجنة او احد ما قد اقر من الذي ضغط عليك قلت رئيس رئيس لجنة المبادئ رئيس لجنة المبادئ الاساسية لجنة الاولى كان يضغط عليه ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما اكتبها واطبعها واطبعها بالواقع ثم يطلب مني ان اسحبها من كان رئيس لجنة المبادئ الاساسية وهو وايضا رئيس لجنة كتاب الدستور هو محمودي سرب صيغ غير متفق عليها الى جريدة الصباح في وقتها يعني صيغ ما متفق عليها والدعي انه هذه قد جرى الاتفاق عليها وادرج اشياء ابدا غير متفق عليها وهو نفسه يتحدث عن هذا الموضوع بتفصيل اكثر عبر قناة التغيير الفضائي وبعدين المجلس نعلى والمرجعية كانوا مسؤولين عن تسريب نسخة مزورة من الدستور والستاذ وائل ما يدري بها الى جريدة الصباح باشياء غير متفق عليها باشياء غير متفق بها ثبتوا طبعا المشكلة ربما الباب الثاني اللي كان بي استاذ وائل بس سؤال اعتراضي سؤال اعتراضي هو صاحب الغام حتى تكمل سؤال اعتراضي اللي كتب الدستور هي القوى السياسية والأحزاب التي كانت معارضة شنو علاقة المرجعية مرجعية شنو حزم سياسي أنا بالنسبة اللجنة 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 كتابة المبادئ الأساسية بالواقع اشتركت بخمس جلسات كمقرر لكن طلب مني سيد أحمد الصافي أن أكتب التقارير بمعنى المحاضر على غير ما قررنا اعتذرت طلبهم ارتهم مني اعتذرت وانسحبت كمقرر بدأوا يجتمعون بدوني همام حمودي صدر علي فيتو بانه يقعدون الخمسة وخمسين عشرين ورأة فعيدي ما لش اسمه كان الدكتور حسين ما ندري كوردي متدين كان هو يطيق الدور لما رعت علي قلت ليا دكتور ما قل صيام ما قل ما تشوف لي قال لي والله أوامر قال لي أوامر أوامر ألا أعطى دور هذا هذا الواقع كان جمعنا السيد أحمد الصافي خلي أقولها بمقر المجلس الأعلى وقل لنا كان رايح لنا جاف وراجع يراجع محمد رضا سيستاني ويرجع قال لنا أنا أريد الآن أضع أمامكم أنتوا أعضاء لجنة كتابة الدكتور من الإتلاف العراقي الموحد يعني الشيء إسلامويين أريد أضع أمامكم ما هي الخطوط الحمر التي لا يجوز لكم تجاوز اللي مختلف لا يقول رأيه خلي أيد ما نريده أو يسكت بدأ يعدد الخطوط الحمراء أنا سديت جنطي وقيت ما أعتذر عندي موعد هكذا تعمل المرجعية اللي عند رأي يحتفظ برأيه ويقعد وينشب ويأيد المرجعية هكذا يعملون هؤلاء مع السياسيين مع الكوادر السياسية مع القيادات السياسية والسياسيون لا يعتقدون بقدسية السيستاني لكنهم ماذا يصنعون مع هذه الجموع من البهاهم من أتباعه من الدقيين هذا هو الواقع السياسيون فيما بينهم يسخرون من السيستاني ويصفونه بأوصاف قبيحة جدا ويضحكون عليه لكنهم ماذا يصنعون مع مرجعية عندها ما عندها من الجموع البهائمية والديخية محمد رضا هو نفسه يسميهم البهائم حينما يتحدث مع وكلائه هو يقول لهم وذول البهائم اليومكم اتعاملوا معهم بالطريقة كذا وكذا صدقوني أنا أقول لكم ما أقول لكم من دون مبالغة من دون أن أضيف حرفا ومن دون أن أحذف حرفا أحاول أن أنقل المعلومات لكم لأنني أتوقع أن هذه المعلومات ستكتب في كتب فهذه البرامج ستحول إلى كتب إن لم يكن في هذه السنين ففي السنين القادمة إن لم يكن في حياتي فبعد موتي فأنا لا أريد أن أؤلف كتبا أضع فيها كلاما ليس دقيقا لا أريد أن أفعل ذلك لأجل هؤلاء هؤلاء أنا لا أبالي بهم أنا أبذل قصارى جهدي أن أؤلف هذه الكتب المتلفزة لخدمة صاحب الزمان لا علاقة لي بهؤلاء لكنني حينما أتحدث عن هؤلاء لأجل أن أوضح الحقائق من أن هؤلاء فاسدون في أمور الدنيا هم فاسدون أيضا في أمور الدين وإنما فسدوا في الدنيا لأنهم فاسدون في الدين هذا الدين الذي عندهم ما هو بدين صاحب الزمان هذا دين الطوسي هذا دين جعفر كاشف الغطاء هذا دين مرتضى الأنصاري هذا دين الخوئي هذا دين السستاني هذا ما هو بدين الحجة بن الحسن أنتم تلاحظون الحقائق أمام أعينكم وبين أيديكم أقرأ من كتبهم وأعرض لكم الفيديوات التي يتحدثون فيها بالصوت والصورة وأعرض لكم البيانات وأقرأ لكم التفاصيل بالتمام والكمال من دون قص أو لاصق وفي الوقت نفسه أعرض لكم ما يقوله صاحب الزمان ماذا تريدون أكثر من ذلك هكذا تكشف الحقائق وهكذا تبين الأمور أعود إلى الانتخابات العراقية المزورة مثل ما قلت لكم إنها زورت بثلاثة أنواع من التزوير التزوير التقليدي وأعتقد أن مقداره كان أقل من الانتخابات في دوراتها السابقة لوجود مراقبة بدرجة ما والتزوير الثاني بسبب رداءة المنظومة الألكترونية وإنما كانت رديئة لأنها أسست من البداية على أسس الفساد في داخل المفوضية وفي خارج المفوضية في الدوائر التي ترتبط بها من دوائر الحكومة العراق كله تحت الخيمة السيستانية والخيمة السيستانية خيمة فاسدة قذرة كل الوقائع تشير إلى ذلك ما هي حقائق التزوير في الدستور أمامكم وحقائق التزوير في الدين أمامكم مثلما يزورون في الدستور هم في الأساس يزورون في الدين هذه الفتاوى المزورة التي لا أصل لها لا في القرآن ولا في حديث العترة فتاوى مزورة الغاية منها حماية فساده الغاية منها سرقة الشيعة باسم صاحب الزمان هذا هو الذي يجري على أرض الواقع أنا لا أستطيع أن أفصل الكلام في كل شيء ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله النوع الثالث من أنواع التزوير وهو الأخطر وهو الأكبر التزوير في وعاء الانتخابات الكبير هذا هو الذي كانت مرجعية أهسستاني مشرفة عليه أو على الأقل كانت جزءا منه لأن صناعة الوعاء الانتخابي الكبير تدخلت فيه دوله هذا الموضوع تفاصيله كثيرة لكنني سأشير إلى نقاط دالة في الواقع العراقي تخبركم عن ذلك الاتفاق الأكيد القوي بين محمد رضا السيستاني ومقتدى الصدر قبل الانتخابات بفترة كان اتفاقا قويا جدا مع أن الطرفين معروف عندي وعندكم مع أن الطرفين متباغضان إلى أبعد الحدود فمقتدى الصدر لا يطيق السيستانيين والسيستانيون لا يطيقون مقتدى الصدر ولا يطيقون أتباعه الصدريين نعم هناك تواصل فيما بينهم عبر السنين لأجل المصالح الشخصية ولأجل الأغراض السياسية ولأجل المنافع كان هذا موجودا إلى حد ما لكن الاتفاق الذي صار فيما بين محمد رضا السيستاني ومقتدى الصدر كان اتفاقا واسعا وممتدا وعريضا أطلق فيه في هذا الاتفاق محمد رضا السيستاني يد مقتدى الصدر بالكامل في الشأن الشيعي العراقي كل ذلك تمهيدا لمرجعيته من بعد أبيه فهناك توقعات من أن موت السيستاني الكبير قد يكون قريبا هناك توقعات الرجل طالت مرجعيته والرجل كبير السن فيتوقع أن يتوفى في أي لحظة محمد رضا السيستاني يواصل العمل ليلا ونهارا لأجل توطيد أمر مرجعيته فهو بحاجة إلى حماية اجتماعية كحماية الصدريين أو على الأقل أن يحيده وفقا لهذا الاتفاق هذا الاتفاق ما كان ليحصل لولا أن وعاء انتخابيا كبيرا كان قد وضعت أسسه وتم العمل على إنشائه وإكماله في خارج العراق وفي داخل العراق من جهات خارجية وتم العمل من قبل محمد رضا السيستاني على إكمال ذلك الوعاء الانتخابي داخل العراق فقرة من الفقرات هو هذا الاتفاق وفقرة أخرى فتحوا باب علاقة جديدة فيما بين حجد المرجعية وسرايا السلام وهذا بدأ العمل عليه قبل الانتخابات وتم التواصل والاتفاق فيما بين حجد المرجعية وسرايا السلام وفي الوقت نفسه افتتحوا مكتبا خاصا وجناحا خاصا لحجد المرجعية في رئاسة الوزراء وهناك ممثل عن العتبة الحسينية وممثل عن العتبة العباسية وهذا الأمر سري للغاية أنا لا أريد أن أتحدث عن الأسماء والتفاصيل فعندي الأسماء المعلومات عندي كاملة لكنني لست مهتما لهذا الموضوع إنما أردت أن أحدثكم حديثا مقتضبا عن الانتخابات العراقية وعن تزويرها وبإشراف من مرجعية السيستاني لا أتحدث عن التزوير التخليدي ولا أتحدث عن التزوير من جهة القصور الألكتروني الذي قد يكون بعضه متعمدا ومخططا له لكنني أتحدث عن هذه الطبخة الانتخابية الكبيرة في صناعة هذا الوعاء الانتخابي الكبير عبر تفاهمات البعض منها ما بين إيران والأمريكان وعبر برنامج خاص لمصطفى الكاظمي عدم اشتراكه في الترشيح وفي خوض الانتخابات طريقة مشاركته في الانتخابات فتح أبواب العلاقة فيما بينه وبين إيران نقل ما نقل من التفاهمات فيما بينه وبين الإيرانيين إلى الأمريكان البرنامج الذي أعد له قبل الانتخابات ما يرتبط بإلقاء القبض على الإرهابيين الضخ الإعلامي من أن مصطفى الكاظمي قد وفى بما وعد به إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة التي يمكنكم أن ترصدوها في الفضائيات أو على الشبكة العنكبوتية الذي اشتركوا في الانتخابات من التشرينيين هكذا يعرفون ومن المجموعات القريبة من التشرينيين ومن الذين اشتركوا باسم المستقلين هذه كتلة جديدة هي كتلة محمد رضا السيستاني هؤلاء نزلوا بأموال من محمد رضا السيستاني من أموال الأخماص من الأموال الشرعية وفقا لأي دليل صرفت هذه الأموال هؤلاء نزلوا بأموال دفعت لهم من محمد رضا السيستاني وكانوا على تواصل معه طيلة شهور قبل الانتخابات ولذا هم يخططون الآن لتشكيل كتلة فيما بينهم هي كتلة المستقلين وما هي بكتلة مستقلة في الحقيقة هذه كتلة سيستانية بامتياز فمثلما يخطط محمد رضا السيستاني لعلاقة مستقبلية مع الصدريين يضع مكتبا رسميا لحجد المرجعية عند رئاسة الوزراء وفي الوقت نفسه يتواصل حجد المرجعية مع سراه السلام وهناك اتفاق طويل مفصل مع مصطفى الكاظمي هناك اطروحة ان الصدريين ربما يطرحون اسما غير الكاظمي ويثار عليه الاختلاف وبعد ذلك يعودون مضطرين الى الكاظمي كل هذا بتخطيط من محمد رضا السيستاني مع الامريكان وبتفاهمات ايرانية محدودة هناك الكثير من الكلام في الكواليس لا اريد ان اخوض فيه لانني اذا اردت ان اخوض فيه فلابد ان افتح الموضوع في جميع اتجاهاته وحينئذ ساحتاج الى برنامج خاص بهذا الموضوع الحكاية فيها تفصيل كثير نذهب الى فاصل عن بريد قال سمعت ابا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فقال ميتا لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في الناس اماما يؤتم به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال الذي لا يعرف الامام هناك اخبار اذا لم تكن صحيحة فعلى المرجعية ان تكذبها مع ان الاخبار هذه عليها ادلة محمد رضا السستاني اتفق مع شركة لصناعة الساعات كي يصنعوا عددا من الساعات اتعلمون كم مليون ساعة اثنين مليون ساعة يطبعون على قاعدة الارقام والعقارب صورة السستاني الكبير صورة السستاني الاب ما تسمى بميناء الساعة هناك صورة للسستاني مطبوعة على ميناء الساعة قطعاً هذا العدد الكبير لا يمكن انتاجه في فترة قصيرة فلربما يستمر الانتاج لفترة طويلة قد قد لا تطبع بعد ذلك صورة السستاني الاب اذا ما توفي وتطبع صورة محمد رضا السستاني بديلاً عنها وهذا الامر مطروح للنقاش جزع من هذه الساعات استلمها محمد رضا السستاني وقد وزعت على بعض الشخصيات وعلى بعض الوفود وعلى رؤساء الهيئات وعلى بعض المواكب ايام الاربعين انا لا احدثكم من خيال هذه معلومات دقيقة هكذا تصرف الاخماس وهكذا يجري الفساد وهذا ايضا هو جزع من برنامج الوعاء الكبير المراد من الوعاء الكبير هو تغيير للواقع السياسي في العراق باتجاه خدمة مرجعية محمد رضا السستاني لها لقة للشيعة ولمصالح الشيعة بهذا الموضوع هناك اتفاق وخدمة متبادلة فيما بين الامريكان والمرجعية السستانية حينما اتحدث هذا الحديث انا لا شأن لي لا بالرابحين في الانتخابات ولا شأن لي بالخاسرين في الانتخابات الرابحون الرابحون والخاسرون فاسدون على عد سواء جميعهم في الهوى سواء الذين ربحوا والذين خسروا فأنا لا شأن لي لا بالذين ربحوا ولا شأن لي بالذين خسروا الجميع فاسدون والفساد باق مدام السستاني هو الذي يتحكم بالعراق مدام محمد رضا السستاني امبراطور العراق فإن الفساد باق جاء بكتلة من المستقلين اتفق مع الصدريين ذهب إلى شرق الأرض ذهب إلى غربها هذه مرجعية فاسدة ومحمد رضا السستاني هو أس الفساد في العراق هذه هي الحقيقة من الآخر من دون مجاملات ومن دون رتوش حتى مجيء اسحاق الفياض إلى لندن فما هو لأجل العلاج وله لأجل أمر طبي هذا كذبون المراجع كذابون فمثل ما يكذب السستاني اسحاق الفياض هو الآخر كذاب لم لم يأتي لأمر طبي جاء بمأمورية من قبل محمد رضا السستاني هذه المعلومة دقيقة جاء بمأمورية من قبل محمد رضا السستاني صحيح ذهب إلى المستشفى لأجل التشيك الطبي لم يكن محتاجا لهذا الأمر جاء بمأمورية وبمأمورية سرية مأمورية سرية من قبل محمد رضا السستاني والذي ينفذها اسحاق الفياض قطعا 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 هي في صناعة مؤامرة لحرب فكر محمد وأهل محمد سأحدثكم عن هذا المرجع عن اسحاق الفياض في حلقة قادمة وبالوثائق وبالحقائق وبالفيديوات كي تعرفوا مراجعكم اعرفوا مراجعكم سأحدثكم عن اسحاق الفياض في حلقة مفصلة خاصة به اصل الى خدمته فيها الحكايات كثيرة والمطالب كثيرة انا لا اريد ان احدثكم اكثر من ذلك عن الانتخابات العراقية عندي كلام كثير لكنني مثل ما قلت لكم هذه الانتخابات زورت بصناعة وعاء كبير لها اقرب لكم الفكرة فقط صناعة الوعاء الكبير لاجل تزوير الانتخابات عن بعد لا اتحدث عن الجانب الالكتروني وانما عن منظومة كبيرة من الاتفاقات والتفاهمات وتغيير المسارات في السياسة والعلاقات هذا هو الوعاء الكبير الذي قصدته اضرب لكم مثال شخص تريدون ان تصوروه عاريا لا تريدون ان تشهروا عليه سلاحا كي يخلع ثيابه لاجل ان تصوروه عاريا لا تريدون ان تبعثوا اليه بامرأة كي تفعل ما تفعل معه من واجبها وحينئذ يتعرى وتأخذون له صورة لا تريدون ان تنتظروه حتى يفعل ذلك من نفسه ربما في الحمام او في مكان اخر وانما تقودونه وبرضاه الى مكان بحسب شرائط ذلك المكان لا يستطيع ان يخرج منه سريعا لا بد ان يبقى في ذلك المكان لظرف معين لوضع معين انتم وضعتموه في ذلك الظرف من دون ان يشعر بهذا ثم تفتحون الاجهزة الحرارية حيث ترتفع درجة الحرارة في المكان الى حد كبير سيكون مضطرا الى خلع ثيابه الثقيلة التي عليه حينئذ تستطيعون ان تأخذ له صورة كما تريدون هو خلع ثيابه بنفسه ولكن بسبب صناعة وعاء كبير له صناعة الوعاء الكبير هو هذا الذي قصدته فهذه الانتخابات العراقية مزورة بالتزوير التقليدي وبالتزوير الالكتروني الذي كان بسبب الفساد هناك قصور الالكتروني على مستوى الاجهزة والبرمجيات والشركات المرتبطة بالموضوع وعلى مستوى الكوادر وكل ذلك بسبب الفساد المالي في المفوضية والدوائر الأخرى التي ترتبط بها لكن المشكلة الأكبر في الوعاء الكبير إنه عمل دولي ومرجعي ومرجعي ومثل ما زورت مرجعية السيستاني الدستور زورت الانتخابات ومثل ما يضحك عليكم السيستاني وولده محمد رضا في بيان الانتخابات من أنهم لا شأن لهم بالانتخابات هذه كتلة المستقلين التي ستتشكل وربما لا تتشكل لمصلحة يراها محمد رضا السيستاني في الأيام القادمة هذه كتلة مباشرة للسيستانيين هذه كتلة محمد رضا السيستاني الموضوع فيه تفصيل كثير لكن انتظروا في الحلقات القادمة الحلقة الخاصة بإسحاق الفياض كي تطلعوا على عجائب المرجعية الشيعية على منقبها العظيمة نذهب إلى فاصل شكرا للمشاهدة